الجزء يبدأ مع كزايا كوروناهم هم الأدام مع بعض وبيقول لان بيحبها طوال الوقت بس لما بيقولوا مع بعض مش بيادر يساتع على نفسه وبيقول لان شخص سيئ فبتقولوا ان الشخص الوحيد اللي ممكن يجراحها وان هو اللي بيأثر فيها ولو هتحارب ويتعش لحظات محزنة مع اي شخص فعايزة يكون هو وبيبادله هدايا مع بعض وبتتأسف له ناقل له انه كذاب وبيمشوا سوا وبتكون كوروناهم وصحابها في مطعم بيأكلوا سوا وبيكون المعلم قرأي نايم وبيتكلموا عنه ان ازاي بقوا مدرس وبيقول ريونه كان جاي لعرض في فرقة البيسبل وكانت الفتاة بتحبه فبتقول كوروناهم انها بتحترمه فبيصحاب يقول انه حصل بعض الاحترام فبتقول كوروناهم انها بتحترمه وبيقول لها واجب عليكي وانهم يفقروا في مستقبلهم فبتكون كوروناهم وكذايا ماشيين في الشتاء وبتقف عربية وبيتكلم شخص مع كذايا وبيقول لها انها بو وانها زملته وانهم بيتوعدوا وبيستغرب ابوه من الكلام وبتعرف كوروناهم عن نفسها وبيقول لها بتاكل كويس وبيتدهب رتقالة وبيمشي فبتقوله ان ابوه شخصته قيادية وانها بدروها تحكي ليشيدة ويانا وبتقول لها يشيدة ان ابوه صارم وبيصب غضبه على كذايا فبتدخل كوروناهم على المعلم قرأي وبيتكلم معها يا عايزة تبقى ايه وبيقعد مع يشيدة ومع يانا وكل شخص الواحد وبيسألهم عن الجامعة لازين يروحوها فبتخرج يانا مع ميوره وبتتكلم معاه وبيقول لها ان يعملها كويس ويتزوجها بحيين ان بتكون كوروناهم ويانا ويشيدة ماشي مع بعض في المدرسة وبتكلموا عن الجامعة لازين يروحوها فبتكون كوروناهم مع صاحبه في المطعم وبتتكلم مع راي وبتسأله وله يبقى معلم فيقول لها شون المدرس وكان معلم وبيحترموا جدا فبتجي يشيدة وبتقول لهم انهم بيأكلوا طعامهم وبيقول قرائي ان كلهم اغبية وانه بيستمتع وبيشوفهم وعايز يشوف مستابل كل واحد فيهم فبيقول لكورنوم انها تكون كويسة في اي مكان وبيقول لي انه مستابلها تأخر وانها مشيئة عندها اللي عايز قلبها مهما عملت وبيتكون كورنومة وفا مستانية كزهاية فبيخرج ابوه بيزعلها انها بتغزج برياءه هو محتاج يشوف الواقع وبيمشي فبيخرج كزهاية مع المعلم وبتسأله كورنومة على اللي حصل فبيقول لها ان ابوه ضربه لما قاله ان عايز يدر المتجر وبتقول كورنومة كزهاية في المطعم وبيحكي لها اللي حصل وبيفتكر موقف اللي مع ابوه وصغير وبتسأله لتوقف عن لعبة بيزبول فبيقول لها انهم كانت مصابة مرض مزمن وبتدخل الماشفة كتير ولعبه كان هيخه بكل وقته وكان عايز يكون متساوي مع ابوه بس مقدرش فبيتقوله انها حاسة بالصدق جاهمه وبتعرفه ان ابوه عايز مصلحته فبيسأله عن شغفها وبتقوله انها عايز يكون معلمة في مدرسة فبيقول لها انها تكون رائعة فانا بتكون يشده لسه في المطعم وبتمسح ترابيزة المطعم وبتتكلب مع صاحب المطعم وبتقوله انه ممكن يوظفها بدونك بدل دوم الجزئي فبيكون مرحب بيها وبتكون يشده ماشية وبتلاقي رؤية وبتمشي معاه وبتقوله ان انت اخر سنة ليها وبيسأله عن دراستها وازاي بتوفى بين الاتنين فبتقول له هي اللي داخلت سنويك كتاهورو فبيعرف عشان اخو كان فيها فبتقول له ودخلها ولو كان داخل مدرسة ثانية ما كانوش انفصل عن بعض وهي دايما اعزة تشجع اكتر من اي شخص وبشكرها وبتمشي في حين انه بيكون كزي مع اهله على عشاء وبتخنم عبوه وبيكون المعلم قريب يتكلم مع ايانه وبقول انه يدخل جامعة افضل وبتمشي مع اماه وبتقول له اماه انها اللي هي عايزة من الوظيفة عملت فيها ورجي اتجاوزته وبتقول له تفكر كويس وبتسيبها وبتمشي فبيكون كزي في الصف وبيروح للمعلم وبيسأله هي يعمل ايه فبيقول له في مكان يدرس فيه ازاي يدر المتجر فبيعرفوا انه في كتير وبيكون كورنامه وكزي ماشيين وبتكلموا عن الجامعة اللي هيروحوها وانه عايزة درس رياضة وانهم يبقوا مع بعض وانه يبقى هنا وكان فاكرها يتغادر بس تقوله انها مش تايمل كده وانها يتبقى هنا لأبد فبتكون كورنامه ويشده ويانه في الصف وبيتكلمه عن الجامعة فبتقولهم يانه انها عايزة تغادر البلدة وبتقعد يانه مع المعلم ارايو وبتاخد رايو في جامعة توكيو فبيقولها انها عايزة جهد كبير وانها ليس طفلة في حين ان كورنامه بتقعد مع ارايو وبتكلمه عن الجامعة اللي هيروحها وبيعرض عليها جامعات مميزة ليها وبتروح لكزهاية وبيكون نام على المقعد وبتمسك ايده فبيجي الصبحة بتكون كورنامه وكزهاية قاعدين عند البحر وبتعنوه بعد ميلاده وبتدل ودية وبيكون معها رسالة وبيكراها وبيقولها انها تبقى دايما عايزة عليه فبيعاد دلوقتي بتروح كورنامه وتقعد مع كرومي وبتسألها تروح اي جامعة فبتقولها انها تبقى معلمة زي امها وابوها وجدتها وبتعرفها انها برضو تبقى معلمة وهتتقدم لجامعة محلية وبيمشوا سوا وبتقولها كرومي انها الان لان احتمال قبولها في جامعة سبار وضعيف وبتقترح علي انهم يدرسوا في الجامعة سوا عشان تساعدها فاللي ما تفهموش فبتوفي كورنامه وبيكون كزهاية قاعد مع امه وابو وبيقولهم عن الجامعة اللي يروحها فبيزععها لابو بيقول انه مش مؤهل للجامعة دي وبيسيبه وبيمشي فبتعو كورنامه مع كرومي وبتشرح ليها وبتفهم منها فبتجي هنا وتستورب منها وبتقولها انها عاد تنجح وبتمشي يانو مع ميورا وبيسألها عن سابة توطرها وانه ممكن يساعدها في حاجة فبتقوله انها بتشعر بالضياع وكانت بتختار بناء التوصيات بس في جامعة مش قادرة توقف تفكير فيها وهي جامعة توكيو وانه ده مجرد حلم مش اكتر فبيقولها انه مش قادر يخسرها ولو تروح يروح معاها فبتقوله انه ما يتغيرش مسار حياته عشانها وبتتأسف له فحين انه بتكون كورونوما وصحابها قادرين مع بعض بيأكلوا وبيسألها يانو يا متغيرة ليه وبيكونوا في الصف وبتقولهم يانو انها عادت روح يتوكيو ومفكرتش في علاقتها بميورو وانه هو جاد بشن علاقتهم بس هي ما كانتش كده فبتقولهم انها مش شبههم وانها ما تعرفش معنى الحب فبتقولها يا شيدة انت مش بتحبينها يبقى كده بتعرف معنى الحب ولو حسب الزن بشن علاقتك بميورو فلازم تكون صدقة معاه مهما كان التمن فبيروح ميورو الكورونوما وبيقولها ان يانو مش بتحبه فبتقوله انها قالت انه شاب طيب وبيمشي فبتكون يانو مع ميورو وبيقولها انهم ينفصلوا وانها ما لتلوش انها تروح جامعة توكيو وانها لطيفة فبتقوله انها مش لطيفة وبتتذروا انها ما حبتهوش فبيقولها ما تنساش انه حبها ووجودها معاها سعده وبيدخل المعلم وبيلايينه وبتقوله هو مش ندمان على اي حاجة وانها عايزة يسحب توصيته ليها وانها هتروح لعاصمة الدولية وبيقولها تدرس بشكل كويس وبيمشي فحين ان بتكون كورونامو ويشده قادم في الصف وبيتكلمه عن يانو وعن الجامعات اللي هيروحوها وعن ريو بس بيعد الوقت وبييجي الليل وبيتكون يشده ماشية ويتقابل ريو وبيشكرها عن اهتمامها بالمسجر وبيه وانه هيفوز طالما كانت بتشجعه من صغره فبتقوله مايروحش الجامعة وبيبكي وبيقوله انت مواجبة بيا فبتقوله اكيد يهبل وبتمشي تروح بيتها وبتفتحها هدايا وبتشوفها فبييجي الصبح وبتقوله لو كان بيادة عن كورونامو ما هيقدر تشجعها فبيقولها طبعا وبيمشي وبتمشي يشده وبتقول انها عايزة تشجع ريو وبتفتكر اهما صغيرين وبتجر وبتقف عند البحر وبتدعي الريو ان يفوز وبتروح له وبيقولها ان الامر انتهى فبتقوله لا وانها يلعب تاني وانها يكون جنبه مهما حصل وبتحضنه وبتقوله انه كان جنبها وانها تعمل زيه علشانه فبيقبلها وبيقولها انه مش يغيب عن البلدة وانهم هيأسسوا عائلة ويدروا مطجر سوا فبتكون كورونامو في بيتها وبتتكلم مع صحابها انهم حاسموا امرهم فبيجي الصبح وبتكون كورونامو عادة مع كزهاية وبتقوله ان كورونامو مستوى تحسن فبيقولها انه لو متعبها ممكن ترتاح على كتفه فبيقولها انها متخيلتش في احلامها انه ممكن يحبها فبيقولها انه حبها باقي في قلبه وفي الجامعة يبقى معاهم اشخاص ما يعرفهمش وبيسأل لو قررت انها تروح جامعة صبورة وانها كانت بتدرس بشدة وانها تروح ويتكون بخير في مكان جديد فهي بتستغرب منه والجزء بيقرص علينا فهي ترى اللي يحصل في الحلقة الجاية لان اعرف الجزء الجاي تابعونا بس ألما تطلع دوس لايك الفيديو ولا او مرة دباني اشترك في كنافة على الجرس علشان تقدر طبيع معك الجزء الجاي بكل سهولة سلام